كل هذه الحاملات الطائرات على العملاقة التي تشتغل بالطاقة النووية بهذه الطائرات العملاقة المنطقة مقبلة على ماذا؟ الرسالة بالحقيقة وإن عدت رسالة للفصائل سواء كانت في لبنان أو في العراق ولكن مضمون الرسالة موجهة إلى إيران لأن ذات قيس القدرات القتالية لطائرة الـ F-15 Strike Eagle هي تفوق بكثير التحدي الميداني في حالة اشتباك الوصائي مع الولايات المتحدة رسالة إلى إيران يا دكتور أحمد الرسائل بين إيران وبين أمريكا وبين إسرائيل بالأسلحة وصلت أنتم رأيتموها ونحن رأيناها وتدرك ماذا قيل عنها في لحظته أي رسائل هذه التي تتحدث عنها نحتاج أن نقرأها من جديد ما كل شيء واضح نعم الانتقال من معادلة حرب غير مباشرة عبر الأذرع والحلفاء إلى الحرب المباشرة والاشتباك المباشر أن إذا حصل اشتباك وتدخلت الفصائل في العراق فمن سيدفع الثمن هو الإطار التنسيقي بالتحديد وليس اتلاف دارة الدولة الإطار التنسيقي وحكومة السوداني في العراق في إيران لا نستبعد أن تكون هناك عمليات عسكرية والدليل أنه دخول الـ F-35 الـ F-15 الـ F-15 هي بالحقيقة تحمل قنابل يطلق عليها بقنابل مخترقة القبو فهل يعقل أنه أنا أريد أواجه فصائل هي منتشرة بالميدان وقدراتها محدودة بطائرة الـ F-15 واجيب حاملة الطائرات إذا تدخلت إيران واجيب حاملة للخليج وللشرق الأوسط لأن عندي معركة مع الفصائل أكو منطق أنا مدى أفهمه أكو شيء أنا مدى أفهمه بالملاسبة ستين طائرة ستين طائرة أو سبعين طائرة الـ Hornet من طائرات التفوق الجوي واللي الولايات المتحدة تدخرها كجزء من أمنها القومي الآن بالإبرة فضلا عن الـ Hornet هو سوبر هوردين دكتور أحمد اللي بالحقيقة فيه تطوير أكو معادلة تلويح بزج هذه القدرات هو بحذة استراتيجيات متكاملة فيها رسائل سياسية أمية أسكرية دكتور أحمد انتبهت لما قاله السيد جابريل قال بايدن في الدورة السابقة فاس بأصوات العرب وهو حريص في هذه الدورة على أن يفوز بها فهو يريد أن يناغمهم مرة أخرى يريد أن يناغم العرب وأصوات العرب ويدعم إسرائيل ويبيت غزة ويبيت رفح نعم في الحقيقة تغيرت معادلة بايدل ولكن في تقديري في وقت متأخر جدا يعني هو خسر الشارع الأمريكي واضح جدا أنه المعادلة القادمة لصالح الجمهوريين لكن أقليميا هو اضطر وأنا في تقديري بضغط الدولة العميقة لأنه ندرك حقيقة أن القرار في الولايات المتحدة لا يرتجي له أو ينفل به رئيس الولايات المتحدة حتى وإيكال منتخبا بالاقتراع المباشر وإنما هناك مؤسسات تشكل مصدات لأي متغير يضرب المصلحة العليا للولايات المتحدة والأمن القومي لذلك ارتعت هذه الدولة العميقة ومؤسساتها في تحريك بايدل إلى اتخاذ قرارات تنسى جمع الجمهوريين وكأنه هو يجري عملية توطئة لمغادرة سلطة ولمجيء الجمهوريين والجمهوريين قادمون لا محال سواء جاءوا بترامب أو غير ترامب ولكن الخشية من الحرب في لبنان لأن الحرب في لبنان ستشكل معادلة صراع تحضر فيها التوازنات الصراع الروسي الأمريكي فضلا عن أنها ستكون نقطة كما حصل في سوريا اجتمعت أكثر من 73 جنسية في قتال في الأراضي السورية نخشى أنه أيضا هذا الحديث سيد حسن لصر الله قال أننا سنعبع مقاتلين جدد سيفدون إلى لبنان أي بمعنى ستتحول لبنان كما حصل في سوريا إلى نقطة صراع تلتقي فيها الجنسيات طيب طيب أن تتحقق نظرية أو نبوءة تبرجيليسكا التي تتحدث عن لبنان بوصفها الفائض الجغرافي ويجري إلحاقها بدولة المعظم طيب دكتور رحمداني أشكرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر